اشتركوا في القناة فسؤال هي شون اني اشحن الحجاب هذا السوار هو عبارة عن حجاب لازم تعرفون شغلة مهمة جدا عن الاحجاب الاحجاب تحتفظ بذاكرة كل شخص مسكها فتخيلوا طاقة العامل والاشخاص اللي تدخل للمحال وتمسكها والشحن الى اخرها فهذه الطاقة كلها تتجمع داخل الحجاب ولما تجي انت تلبس هذا الحجر بدون ما انت تنظف طاقيا راح تاخذ كل هذه الطاقة السلبية بداخلك فمهم جدا انك تنظف طاقيا الحجر طيقة التنظيف سبق انه شرحتها ممكن انك تحطه في مثلا اذا هذا انت سوارك تحطه في كاسة فيها ملح خشن والملح الخشن اقصد الملح اللي انت تشتريه من الاطار او موجودة في الاسواق باسم ملح البحر سي سولد المهم انك تحط السوار في كاسة الملح وتبقيه اليوم كامل او لعدة ساعات بنية ازالة جميع الطاقات السلبية الآلقة بالحجر ممكن انك تحطها تحت ضوء الشمس ممكن تحت ضوء القمر ايضا يعتبر تنظيف طاقي للحجر بعد ذلك تبدي انت تبرمج الحجر او السوار لكن ايضا حابة اذكر شيء الاحجار الكريمة ليش تأثر بينا ايجابيا لانه اتغذي مراكز الطاقة في جسم الانسان مثل ما لاحظت بالرسمة كل شاكرة او كل مركز طاقي هو بلون معين والاحجار ايضا بيها الوان فلهذا مهم جدا انك تلبس حجر يكون يوازن طاقتك ولما انت تريد تختار الحجر المناسب اليك اذهب الى محل الاحجار وشوف اللون اللي حبيته كلش معناه جسمك محتاج هذا اللون ومحتاج هذا الحجر حتى يتوازن طاقيا مثلا الآن سؤالها هي شون احنا برمجة وشون فقط حجر الروز كوارتز او هذا الاسوار هو يعتبر حجر الحب فاني اكون الآن طبعا منظفتها طاقيا واجي ابرمجة حتى يشتغل مع طاقتي فممكن انه انا اسوي جسد تأمل بسيطة وامسك الحجر بايديناتي الثنتين طبعا لانه الايد الثانية ده اصور بيها واتخيط تيار طاقي يتدفق من اعلى شاكل التاج الى القلب يصل الى الذرعين ثم الى اليدين واني ماسك الحجر اضع نيتي مثلا انوي ان تمتلئ هالتي بطاقة الحب او طبعا اي نواية ترغبون بها هذا طبعا بالنسبة لحجر الحب اذا انتو عدكم مثلا سوار السترين هو حجر المال فتشحنوها بنواية المال اي نية انتو حبيها اللي صير شنو هذه الطاقة او النواية رح تتجمع داخل الحجر الحجر رح يحتفظ بهذه الطاقة وبهذه النواية ورح تأمل معك لكن مو معناها انه اني نظفتها مرة واحدة وشحنت مرة واحدة وخلص يعني رح يشتغل طول الامر اطلاقا لازم انك تنظف الحجر على الاقل على الاقل مرة بالاسبوع اذا انت شنت تلبسه يوميا والافضل يوميا ممكن بالبخور انك تبخرة ايضا ممكن تحت الماء الجاري ايضا بنية ازالة طاقات السلبية الالقة بالاقل اول ما انت تشتري الحجر حطه بالملح الخشن والمي وبعد ذلك يوميا اذا انت تلبسه ممكن انك تستخدم البخور او المي ولما تنظف الحجر بالماء طبعا ايضا نية انوي ازالة جميع الطاقات السلبية الالقة بالحجر سؤال اخر شنو اسم ملائك الحب رجعي الى الاسناب اللي شرحت فيه رؤساء الملائكة وظائفهم ما هو افضل لون لاثاث غرفة اللون طبعا يفضل انك تعرفين موقع الغرفة من البيت بالكامل وعلى اساسها تصبرين الغرفة او الاحتمال الثاني انك تصبرها باللون البيت لون البيت هو لون انصر الارض لون التراب وانصر الارض هو انصر او يرمز الى الاستقرار وطبعا الزواج هو استقرار حاولي انو اتطبقين بقية الاتجاهات مثل مشرحتها في فيديو البوصلة قال الاخر يتكرر كثير اذا عندي ركن هل ممكن اني احط رموز داخلة يعني هي ادهر ركني علاقات تقدر تحط رموز الالاقات ممكن لكن اضافة الى ذلك ممكن تفعلين ركن باللون يعني يمكن تحطين امام الدولاب او الخزانة دعسة باللون الاصفر لان اللون الاصفر يرمز لانصر الارض وركن الالاقات انصره هو الارض السؤال الاخر يصير افعل الاكران فقط بالصالة طبعا يصير ممكن انت تطبقها على البيت بالكامل ممكن على غرفة النور فقط ممكن الصالة فقط الاخر ما هي العناصر ممكن استعين بها في تقوية الثقب النفس حجر السيترين يساعد بتقوية الثقب النفس تأمل اللون الذهبي رح يساعد لانه شاكرا الضفيرة الشمسية لونها ذهبي وهي المسؤولة عن الثقب النفس هناك تيار طاقة باللون الذهبي يتدفق الى الرأس ثم الرقبة ثم الاكتاب ثم القلب ويصل الى يصل الى شاكرا الضفيرة الشمسية وممكن انت ترددين نوايا او توكيدات للثقب النفس وممكن ترددين توكيد جميل للدكتور صلاح الراشد الى نتيجة خالق عظيم استحق الأفضل دائما اشتركوا في القناة